التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت برينتش وجزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمينة الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي كلمته عقب أدائه اليمينة الدستورية جدد الرئيس السيسى العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة في بناء دولة ديمقراطية متقدمة كما عرض الرئيس السيسى في كلمته ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وتعهد الرئيس السيسى بتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتنفيذ إصلاح مؤسسي شامل وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات ودعم شبكات الأمان الاجتماعي والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن فريق التفاوض من الموساد والشبك والجيش عاد من القاهرة في ختم جولة إضافية مكثفة من المفاوضات وأوضح مكتب نتنياهو أنه تمت صياغة مقترح جديد لهدنة في غزة وإطلاق صراح المحتجزين في محادثات بالقاهرة وتم تقديمها إلى حماس عبر الوسطاء قالت صحيفة بوليتكو الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن المسؤولين الإسرائيليين لم يأتوا بخطة ملموسة إلى اجتماع في واشنطن مؤخرا بشأن رفح وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الجداول الزمنية التي قدمها الإسرائيليون لإجلاء المدنيين من رفح لم تكن واقعية هذا وقد أعلنت القناة الثاني عشر الإسرائيلية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بأن الخطة الإسرائيلية بشأن رفح غير قابلة للتنفيذ أعادت السلطة الفلسطينية تقديم طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأرسل السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش يطلب فيها رسميا النظر مجددا بطلب قدمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام الكنسة الإسرائيلي بينهم عدد من أهالي المحتجزين في قطاع غزة وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو متهمين إياه بالفشل في تحقيق أهداف الحرب والإفراج عن المحتجزين اجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وخلال الاجتماع دعا مندوب روسيا الدائم لدى المجلس فاسيلين بنزيا المجتمع الدولي إلى إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا وحصانة المنشآت الدبلوماسية وبحسب وسائل إعلام إيرانية فقد تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل نتيجة لهجوم صاروخي كما أصفر الهجوم عن مقتل ثلاثة عشر شخصا بينهم سبعة مستشارين عسكريين إيرانيين وستة مواطنين سوريين أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني تشي جيمبينغ أن الولايات المتحدة تريد تغيير لملكية منصة تيك توك في وقت يناقش فيه الكونغرس حظر التطبيق الرائجي ما لم ينفصل عن مالكه الصيني وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بايدن بحث هذه المخاوف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني والذي أكد أن المسألة تتعلق بحماية مصالح الأمن القومي وأمن بيانات الشعب الأمريكي وعبر مسؤولون غربيون عن قلق لإزاء شعبية تيك توك لدى فئة الشباب معتبرين أنه تابع لبكين وأدى لنشر الدعاية لها وهو ما تنفيه الشركة الصيني درب زلزال بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس رختر أجزاء من تايوان واليابان والفلبين وتحذيرات من تينامي وذكرت وسائل إعلام محلية في تايوان أن بعض الأشخاص محاصرون فيما أفادت إدارة الإطفاء بمقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من خمسين آخرين بينما أمرت الفلبين بإخلاء المناطق الساحلية خوفا من حدوث تينامي انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل